السلام عليكم شونكم حبايبيش اخباركم يا ربي الكل يكونوا بخير وصحة وسلامة اليوم تكملت القصة مالتي اللي حجدتكم اياها اول مرة كان الجزء مالتها عائلة شون هاجرت من العراق الكندي فاليوم رح نكمل القصة لانه انتو حبيتوها وقلتو لي كمليها وشجعتوني انو اكملها فرح نكملها ان شاء الله اليوم وخلننشوف شون قدم للجوء وشونو الشغلات اللي شفناها بسوريا رح احتيكم لحد ما يعني القصة نشوف اليوم نيوان حنكملها ونشوف اليوم نيوان رح نوصل ويلا تعالوا ايايه طبعا الجزء الاول اللي مشافه هو قصة عائلة عراقية لاجئة من العراق السورية موجودة بقناتي ورح اخلي الرابط بصندوق الوصف وهذا هو الجزء الثاني وظننا لحد ما رحنا الكفر السوسي حتى نقدم لجوء نقدم باليوان طبعا دخلنا للمكان كانت غرف من عزلة كل غرفة واحد كل واحد عنده مقابلة يعني احنا كعائلة من اربع نفرات انا تقابلت وحدي وابويا واحدة وامي واحدها واخويا واحدة يعني كل واحد واحدة يتقابل بس انتو لازم قبل ما تدخلون للمقابلة لازم تتفقون على اش راح تحشون لازم تكونوا القصة كلكم تحشوها نفس الشي نفس الاسئلة ونفس الاجوبة ولازم تعرفون مثلا انو رح ما رح يسئلكم انتو ليش يجيتوا لسوريا وليش قدمتوا على اللجوء وليش تريدوا تطرعون من سوريا يتهاجرون احنا لما رحنا نريد نقدم على اللجوء ما كان بباننا انو احنا نريد نسافر احنا كان بباننا انو سنة ونرجع على اساس للعراق بس رح اقول لكم شون صارت السفرة مالتنا بعديا احنا هنا تقابلنا رح نسئل موتهم جدا عادية رح يسئلكم انو انتو ليش يجيت السوريا وشون طلعت السوريا وشون الاوضاع اللي شفتوها بالعراق يعني يسئلكم اسئلة انتو اللي انتو عشتوها لازم ماكوا كذب ابدا 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 لازم ماكوا كذب لانه هم عدهم قابلية انو يروحون حتى للمنطقة يعني هم عدهم ناس حتى بالمنطقة اللي انتو جنتوا عايشين بيها يعرفون انو هاي المنطقة هلو صحيح مثلا مسيطرة عليها مثلا ميليشيات فلانية هل صحيح مثلا مسيطرة عليها المسلحين الفلانيين يعني لازم تكونون دقيقين بالمعلومات مالتكم مو اي معلومات انطوها اذا عدكم مثلا شغلة صحية لازم تقدموها إذا عدتكم مثلاً دراسة مثلاً شهادة معينة لازم تقدموها أي شيء يخص الدراسة الصحة يعني التعليم الصحة أي شيء يخصكم أي شيء مهم لازم تحكوه أبد لتكذبون يعني مثلاً أنا كنت خريجت مثلاً ما حتشي أنا بالفيديو الذاكي السابق قلت أنه أنا خريجت سادس أنا حتى شوفتهم شهادة يعني شهادة البكالوريا اللي كانت موجودة وياي كانت مصدقة وكان كل أوراقي كاملة هم يريدون أوراق يريدون ثبوتيات أنا كانت أكو عائلة ثانية مهددة كانت بالعراق وكانت عندهم حتى الرسالة ما التهديد حتى هاي الرسالة شوفوا الهمية يعني أي شيء أنتوا عدتكم أي شيء خاص بكم من تهديد لا سامح الله من صحة من أي شيء هاي كلش تدعم مالتكم القضية جداً تدعم ملفكم فأنتوا اللي تنسون أي شيء خاص بكم دائماً أنتوا همية وأنا حالياً للي عرفها أنه ما موجودة اليوأن هسا بالدول يعني أغلبها مزدودة مغلقة فإن شاء الله ترجع تمفتح بس هذا الفيديو ممكن رح يبقى والناس رح تستفاد من عنده بعدياً فأي واحد يريد يروح يقدم على اليوأن إذا عنده أي تهديد أي شيء هذا كلش رح يفيده مرض نفسي مرض جسدي أي شيء لازم تحكون عنه يعني هاشا لا تدعم ملفكم بس بدون كذب يعني حاولوش قد ما تقدرون ما تكذبون ولازم نفس الكلام تحكوه كلكم يعني مثلاً إذا أنتوا عائلة متكونة من أربع أفار أو خمس أفراد أو ست أفراد لازم تحكوه كلكم نفس الكلام طبعاً اللي تحت الثمنتعش ما يعني مو كلش هو يمشون بكلامهم مثل ما الكبار بالعمر الأطفال طبعاً أكيد ما رح يسوهم مقابلات المقابلات رح تكون للثمنتعش وفوق لذلك كنا أنا وأخوي وأم وأبويا كل واحد كانت مقابلتاً واحد بعدياً وراء ما تتقابلون كلكم يجمعوكم كلكم مع بعض ويأخذون الأوراق الرسمية مالتكم الهويات الجناسي جوازات السفر كلها يعني مقابلة تكون وحدة مع بعض كلكم ويوقعوكم على أوراق وتروحون هاي هي تشي كانت المقابلة وهي تشي حيشينا وهذا الموضوع بما أنزل يعني هي تشي صاروا إيانا وراها احنا أخذنا هاي الورقة مع الحماية وقمنا نمشي بيها أنه نقدم على الإقامة بسوريا يعني احنا مثل ما قلنا أنه احنا رح نقدمنا لجوء باليوآن على موضة الإقامة بسوريا ما كنا منتوقعين أنه احنا رح نطلع لجوء يعني احنا الوضع اللي موجودين بيه وسوريا كانت يعني كلش مرتاحين كنا احنا موجودين بيها يعني ما كنا متوقعين أنه نسافر من سوريا أو نطلع من سوريا هذا الكلام تقريبا ورا سنتين ثلاث سنين رجعوا بحثونا هم ومن الشغلات الأساسية اللي لازم تسووها بسوونا المقابلات مع اليوآن لازم تكتبون شنو اللي قلتوه بالمقابلة خاف تنسون لأنه هم عندهم فايلات رح يرجعون يفتحوها مرة ثانية ويسألوكم نفس الأسئلة يسألوكم بيها بالمقابلة الأولى بس طبعا بعد سنتين بعد سنة ما تعرفون ستة شهر فانتوا رح تنسون فلازم لما تخلصون المقابلة تطرعون من المقابلة تكتبون كل الأسئلة والأجوبة اللي صارت بالمقابلة وتحتفظون بيها حتى كل ما تريدون تروحون تسوو المقابلة باليوآن ترجعون تقرون شنو اللي انتو قلتوه لهم اياه وشنو اللي حجيتو لا سمح الله ممكن انتو صحيح صادقين بس تنسون الموضوع يعني الموضوع يننسي فحتى تتذكرون شه حجيتو شنو اللي قلتوه طبعا هاي نصيحة من عندي لانه الناس كلها سوتها يعني مو بس احنا فلازم تتذكرون لانه فعلا الأسئلة ترجع تنعاد عليكم يعني كل ما يسوو لكم مقابلة يرجعون ينعيدون الأسئلة عليكم حتى يشوفون هل انتو صادقين كنتو اهنانا بعد سنتين تقريبا هيجي رجعوا وسووالنا مقابلة جدا عادية كانت روتين ورجعوا وسألنا نفس الأسئلة ورجعنا للبيت ما كو اي شي سألنا على الملف مالتنا وعادي يعني وهملنا احنا يعني بالنسبة لنا احنا هملنا للموضوع يعني هما كنا حاطين ببناء السفر كانت احلى ايام احلى ايام عمري عشتها لما كنت بسوريا الايام المراهقة مالتي اهستونا طاعين شباب سوريا كانت كلش حلوة جوها حلو الناس طيبين بيها تحياتي طبعا للسوريين اللي دي تابعوني بالقناة مالتي شعب جدا حبوب وكلش يعني كنا مثل الأخوة ما حسينا أبدا بغربة يعني ورا فترة بسيطة تعلمنا عليهم وتعلموا علينا وكانوا جيراننا ونروح ونجي يومهم يعني كانوا كلش ناس طيبين وكلش حبابين ويانا لحد ما صارت تقريبا 2009 طبعا احنا كلنا نعرف ب2009 الظروفة بسوريا كلها تغيرت صارت تقريبا هاي الأحداث والتهجير احنا أكثر من المرات هجرنا وصارت أوضاعنا جدا صعبة احنا بسوريا كعائلة يعني مو بس طبعا هون مشتبع السوري كلها تأذى وكل الناس اللي عاشين بسوريا تأذى والعراقيين اللي كانوا بسوريا رجعوا أكو منهم سافروا للأردن أكو منهم سافروا بتركيا بس احنا بقينا بسوريا وبقينا بمكاننا بصراحة أهلي قالوا مادام طلعنا من العراق وتأذى يعني احنا تأذى العراق وطلعنا من العراق واجينا السورية وهست أذى سوريا بعد ما نطلع شي يصير علينا هنا نخلي يصير احنا بعد ما نطلع فهذا الشي هو اللي خلانا سبحان الله يعني احنا طبعا تعذينا تقريبا لمدة ثلاثة سنين عانينا ثلاثة سنين ونص معانا كانت جدا صعبة تتجرنا من اكثر من مكان وتعرضنا للقتل الاكثر من مرة وحتى اتذكر مرة من المرات احنا كنا الناس كلها طلعت اللي احنا موجودين بالمنطقة مالتنا كل الناس طلعت وبقينا بس احنا بمخيم اليرموك فلانو ما نعرف وين نروح وما عدنا احد فظلينا بس اني وامي وابوي اخويا كان يشتغل بمزة فمزة كان كل شي ما بيها منطقة مزة اللي رايح السورية يعرف وين هاي المنطقة فاخويا كان حلاق هناك وتحاصر بعد لا يقدر يجيني ولا نقدر احنا نطلع يعني المنطقة كلها تحاصرت فاحنا اخويا بموجود ويانا بس اني وامي وابوي والمنطقة كلها فرغت ما بيها احد ريدنا اكل خلص الاكل الموجود ببيت خلاص نطلع طلعت بس فتحت الباب ده شوف انه بيكت اكو احد حتى يساعدنا حتى نقدر نطلع نجيب اكل ما لقيت اي احد الشارع فاضي ماكو الناس كلها طلعت فرجعت بس ده سد الباب ده ارجع مرة ثانية للشقة فكان يضربني القناص ضرب الباب يعني انا لو ثانية بعد واقفة بالباب كان القناص ضرب راسي بس سبحان الله بعدني بس سديت الباب ظهر هو القناص مكان منتبه بس بعد ما سديت الباب انتبه القناص القناص عبالة انه عدو موجود بهذا المكان ما يعرف انه احنا عائلة موجودة يعني هم متوقعين ماكو اي نفر عائلة مثلا يعني من الشعب موجود بالمنطقة كل الاهالي طلعت بقوا بس المسلحين والجيش يعني بس هدولة اللي باقين فهنا احنا احنا نضربني قناص بهذا المكان والله الباب مفتحت والطلقة ما القناص وقعت يم رجلي يم رجلي وقعت فالله ستر فكل كانت الاوضاع صعبة لحد ما عرفوا بين الناس الاهالي المدينة كانوا هما لازميها الفلسطينيين كانوا لازمين منطقة الياربوك وهم اللي هربونا يعني هما اللي طلعونا فتحواننا الحايط والله من الحايط طلعنا يعني حتى ما نقدرنا نطلع من الباب فتحواننا الحايط ومن الحايط طلعنا وبعدين انتقلنا الجرامانة جرامانة كانت نوعا ما امنة وصارت منطقة كلها مهجرين يعني تلقون مثلا حماصنة تلقون بها اهل درعة ما تلقون بها اهل جرامانة الاساسيين اللي نحن نعرفهم كلها صارت مهجرين والناس يعني بالحدايق كانت تنام والله يعني قدام عينيش انت اشوفهم اوضاع كانت جدا صعبة والقصف شغال على راسنا لانه كانت المنطقة القريبة على جرامانة كلها كانت حرب حرب يعني حرب كانت جدا عنيفة هذا الحجشي كانت بألفين وطلتعش قبل ما نسافر بسنة فالشبكات طبعا ماكوا واتصالات ماكوا وحياتنا كانت جدا معرضة للخطر فهنا اتصلوا على ابوي ابوي طلع من البيت فاتصلوا على ابوي قالوا له احنا من اليو ان دعنا نتصل عليك صار لنا خمسة ايام بس ماذا نحصلك قالوا له رجاءنا انت بعد خمسة ايام عندك مقابلة لانه انتوا موقعكم صار جدا خطر واحنا لازم نطلعكم يعني اهنا صارت المشاعر مخبوطة احنا نهائيا مكان ببالنا انه نسافر وعايشين حياتنا مستسلمين للامر الواقع لا احنا رجعنا للعراق ولا احنا سافرنا الدولة ثانية قلنا خلص شي يصر علينا خلي يصر علينا يعني مثل ما رح يصر علي السوريين العاشين ويانا احنا هم رح يصر علينا نفس الشي بس بحال الله المعاناة اللي احنا عشناها صدقا يا حبايبي صدقا كانت ايام جوع لانه ما متوفر الاكل كانت حرمان والله المي ما كنا ما كان عندنا حتى مي انه نغسل رعب بشكل مطبيعي المكان الهام العمارة اللي احنا كنا ساكنين بها كان بيتنا موجود العمارة كنا كنا ساكنين بها كانت الطابق الاحير فالناس اتجوا و يدقوا علينا الباب قالوا اطلعوا من بيتكم لانه خطر عليكم احنا نزلنا والله العظيم بعد ما نزلنا منف ساعة انقصفت الشقة مالتنا بقذيفه هاون منف ساعة بعد طلعتني يعني لو احنا موجودين بشقة كان كل ياتنا رحنب عنها وبعد ما طلعنا من البيت احنا طبعا وراها من قصف البيت مالتنا فبعد ما اخرجنا من البيت اهم ان اقصف مرة ثانية لان بيتنا السطح فالقصف ينزل على العمارة مالتنى فانقصف بيتنا مرتين فعندما اذهب الى مرة ثانية لان الهدوم مالتنا بالبيت فعندما اجيب الهدوم وانقصف مرة ثانية غير القصف الذي حصلته لنا بعمارة يعني احنا بالعمارة بعدنا بس نزلنا من الطابق السادس نزلنا للطابق الثالث العالم خطياء والله هم السوريين اجوا يأخذوا هنا والله قالوا خطر عليكم تبقون بالبيت فنزلنا للطابق الثالث كلتنا نجمعنا بمكان واحد من وراء القصف فانقصف بيتنا وهنانا راحت الاوراق مالتنا مالدراسة انه شي صار على شي وحجار وهاية فاني شاهدت السادس مانتي اللي كانت مصدقة من العراق واللي جبتها ويايا السوريا راحت ما اجيت بيها الكندا بسبب هذا الشي لانه بيتنا انقصف ويا دوب بس طلعنا جوازات مالتنا هي هاي اللي كانت الاوراق الاساسية اللي كانت عندنا جوازات والاقامات اللي كنا عايشين بها بسوريا وهنانا سوينا مقابلة بعد خمس تيام من الاتصال بينا طبعا اول مرة احنا قاعدنا بمكان طبعا همين اذكر كبرسوسة نفس المكان اللي احنا سوينا بيه مقابلة اول مرة الفرحة كانت جدا قوية ما تتصوروها يعني معانا بعد اربع سنين معانا من قصف وضرب ويعني ايام جدا كانت صعبة حرب شوارع فعليا حرب شوارع كنا بسوريا فبعد ما هذا كله شفنا رب العالمين فرجها علينا يعني مو بسهولة انا مو بسهولة اجيت الكندا والناس اللي اجوا الكندا هنانا مو بسهولة شافوا معانا تعبوا هواية بس سبحان الله ربعمين بالاخير يفرجها علينا انا امي ابويا كلتنا قاعدنا مقابلة واحدة واخوية كانوا ييانا طبعا وخيرونا قالونا انو انتو هل حابين تروحون كندا لو امريكا الشاب اللي سوانا المقابلة ما عرف ليش سئلونا هذا السؤال طبعا هو مو كل الناس يسئلهم هذا السؤال بس هم احنا ليش سئلونا هذا السؤال ما عرف فقالوا انو انو طالعينكم توطين لدولتين امريكا او كندا فقلنا كندا رغم انو احنا كل شي ما نعرف عن كذا ما نعرف عن كندا انو هي باردة ما نعرف عن كندا شكو بيها ما بيها كل شي ما عدنا اي معلومة عن كندا يعني يمكن اول مرة نسمع بكندا بهاي المقابلة بس نعرف امريكا بس كندا ما نعرفها فقلنا كندا قالوا اوكي هنسوي لكم مقابلة ان شاء الله مرة ثانية وبهاي المقابلة كانت كل واحد على حدة نفس المقابلة الاولى اللي سويناها اول مرة حتى يشوفون أقواننا مطابقة لأول مرة يعني بعد سبع سنين أقواننا صحيحة أو لا زواننا مقابلة ورجعوا وسئلونا المقابلة تقريبا طولت ثلاث ساعات كانوا ينطونا استراحة كل ساعة ونص كانت أكو استراحة نطلع ناكل ونشرب ونرجع مرة ثانية فأنا قابلتني بني وظلت تسألني هواية وظلت تسألني أنه أنت ليش رايحة لكندا وشنو حابت شوفيني بكندا وين حابت عيشيني بكندا فإحنا كلتنا اختارينا أنه مكان يكون به العمل وتكون به ضرائب قليلة ومصاريفها قليلة فهم قالوا أكثر مكان رح تبقون به العمل والمصاريفها قليلة هي ألبرتي فإجابونا الأدمنتن يعني مو إحنا نختارينا أدمنتن ولا إحنا نختارينا ألبرتي هم اللي اختارونا ياها وبعد هذا الشي صارت تقريبا إجوي علينا قالونا لازم هسا سوونا الفحص الطبي سوونا الفحص الطبي طبعا هاي المقابلة صارت يمكن بشهر الخامس والفحص الطبي صار بشهر السابع أخذونا وقاسة ووزنة وسوونا أشاعة وفحص طبي كامل كان للجسم حتى يتأكدون أنه صحتنا تمام وما بين الشي حتى نتحضر للسفر وهنانا وراها رح أقول لكم ش صار بنا ورح أقول لكم طبعا هنا رح أوقف القصة حتى يصير الفيديو كلش طويل ورح أحكي لكم إن شاء الله أسبوع الجاي ينتظروني مثلي اليوم يعني أنا رح أنزل الفيديو هذا إن شاء الله يوم الخميسة الخميسة جاي إن شاء الله أوعدكم إن نكمل القصة وشان سافرنا الكندي وشان شاء الله الأجواء ما سافرها ما لتني تكاليف السفر ومنو دفعها وشان سددناها كل شي رح أحكي لكم عني إن شاء الله بالفيديو الجاي إن شاء الله يا ربي كل واحد دي يتابعني وكل ابني دي تتابعني وكل ولد دي تابعني وكل عائلة دي تتابعني يتمنوني يجون الكندي إن شاء الله يا ربي يجون الكندي ويحققون الحلم اللي هما يتمنوا او اي دولة ثانية يحبون يسافرون لها سوراليا كندا امريكا اي دولة ان شاء الله يا ربي يقدرون يسافرون وتتحقق امنيتكم يا رب اوكي حبايبي لهنا ننتهي الفيديو مالتنا اليوم اترككم بخير وسلامة صحة وعافية ان شاء الله وتحقيق كل امانيكم ان شاء الله يا رب ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله ومنا بذلك الوقت تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وشكرا لكم حبايبي على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي